قال رئيس البرصة الجديد أحمد الشيخ أنه سيتم العمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البرصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وأوضح أنه سيتم العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البرصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد كما نوها رئيس البرصة الجديد بأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبرصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى